نقلا عن عائشة رضي الله عنها قالت ان زمان كان في راجل من قبيلة اسمها بني زريق اسمه لبيد بن الاعصم لبيد ده كان يهودي لبيد ده عمل سحر للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الشعر اللي كان في المشت بتاعه خلى الخادمة بتاعت النبي تجيب له المشت الخاص به واخد الشعر من المشت وعمل به السحر لسيدنا محمد ورمى في بقر اسمه دوران السحر ده اشتكى منه رسولنا الكريم لفترة كبيرة وما كانسه قدامه غير انه يدعي ربنا انه نجيه من اللي ابتلاء ده وربنا استجاب لدعاءه وبعت له ملكين على هيئة رجلين واحد قعد قدام راس النبي صلى الله عليه وسلم والتاني قعد عند اخر رجله وبدأوا يكلموا بعض عن السحر اللي اصاب رسولنا الكريم ومن الحوار اللي دار بينهم فهم النبي ايه اللي حصل له بالزبط وعارف كمان مين اللي عمل له السحر وترمى في اي مكان وبعد معارف النبي راحوا الصحابة وجابوا له السحر اللي كان معموله مرمي في البير وفقوا عقدته وراح تأثير السحر اللي كان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ اهلا بكم انا محمد جابر والنهار دا هيكلمكم عن هاروت وماروت لو اول مرة تشارفونا ياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات على الكل وده عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا وطبعا ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو جاهزوا نفسكوا واستنوني بعد الفاصل لما تسمع الآية القرآنية اللي بتقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ممكن تقف عندها اللحظات وتسأل نفسك هو ازاي نزلت آية قرآنية عشان تثبت ان النبي سليمان عليه السلام ما كفرش بالله هو احنا فعلا محتاجين نسبة ده بآية قرآنية يعني ازاي نبي بيدعو الناس لعبادة الله يقول ربنا عنه انه ما كفرش وان الشياطين هم اللي كفروا عشان نفهم المغزى وراء الآية دي هحتجح كلكم حكاية سريعة كده وده قبل ما ندخل على حدوط تهروط ومروط اللي هنتكلم عنه من النهاردة اليهود اللي كانوا عايشين في المدينة ايام رسولنا الكريم كانوا ثلاث قبائل بنوا قنقاع وبنوا النظير وبنوا قريزة ولما يهود المدينة سمعوا الرسول وهو بيطلق قرآن الكريم وتحديدا لما ذكر نبي الله سليمان عليه السلام بدأوا بعدها يقولوا هل سمعتم ما يزعو محمد القرآن اللي بيقولوا انه نزل من عند الله بيقولوا ان سليمان كان نبي لو الله ما كان نبيا سليمان ما كان الا ملك وساحر وكافر بالله طبعا انت مستغرى بالكلام ده دلوقتي خليك بس مركز معايا وفاهمك اصل الحكاية سيدنا سليمان عليه السلام بالنسبة اليهود كان مجرد ملك فعلا يعني ما كانوز بيعتبروه نبي ولا حاجة وكانوا شايفين ان اخر الانبياء عندهم كان يوشع بالنون عليه السلام طب ازاي بقى الفكرة دي تكونت عند اليهود يعني هما ناموا صحي ومثلا فجأة بقى وشايفين انه سليمان مش نبي اكيد لأ طبعا ولكن في عهد سيدنا سليمان كان الجن والشياطين بيطلعوا للسماء ويستاركوا السمع يستاركوا السمع يعني بيطلعوا بالقرب من السماء ويسمعوا الكلام اللي بيدور ما بين الملائكة بالامور اللي هتحصل في الارض بامر من ربنا طبعا وياخدوا الكلام ده وينزلوا بيه على الكهنة ويطلبوا منهم انهم يكفروا بالله وده مقابل انهم يعرفوهم الاخبار المستقبلية اللي عرفوها وبعد ما الكهن بيكفر بالله وبيعرف الاخبار الغيبية بيبدأ يقول للناس على كل حاجة هتحصل في المستقبل يعني يقول لهم مثلا فلانا هيحصلوا مكروه الشهر الجاي ولما بتحصل الحاجات اللي قال عليها الكهن فعلا بيعتقد الناس انه بيعلم الغيب وبيعرف كل حاجة هتحصل لهم في المستقبل ولو مستغربين الكلام ده فحب اقول لكم ان فيه كتير مننا بيعملوه دلوقتي يعني هتلاقي في كل الشعوب في اللي بيروح لقارئ الفنجال واللكهنة والدجالين والمشعوزين وده عشان يعمل اعمال ويقرى الطالع وغيرها من الاعمال الدنيئة المهم ان قبل عهد سيدنا سليمان كان منتشر الشعوزة والسحر واللي استعانى بالجن في بانو اسرائيل بشكل كبير وفي بابل تحديدا بانو اسرائيل زمان كانوا 12 قبيلة وكان ربنا بيبعث لهم انبياء كتير جدا لدرجة انه اطلق عليهم قتلة الانبياء وكانوا دايما بيوصفوا ربنا عز وجل والانبياء اللي بيبعثهم باسوأ الصفات لدرجة انه توصفت علاقة اليهود بالله عز وجل بانها اسوأ علاقة بين عبده وخالقه المهم يعني من اكتر الفضائل اللي كان بتميز البشر في الزمن ده هما فضلتين الملك والنبوة ولكن ربنا ما كانش بيجمع بين الفضائل دي في قبيلة واحدة يعني لو قبيلة بعث منها نبي فبيكون الملك من قبيلة تانية وده لغاية ما جمع الله سبحانه وتعالى الملك والنبوة في نبي الله داود نبي الله داود اللي قتل جلوت ورجع للليهود عزتهم وكرمتهم وبكده اصبح داود اول شخص يجمع ما بين الملك والنبوة هتلاقوا القصة بالتفصيل في حلقة طالوت وجلوت عندنا على القناة المهم جي بعده سيدنا سليمان ويرس من داود الملك والنبوة برضو نبي الله سليمان عليه السلام دع ربنا انه يهيب له ملك ماخدوش حد من قبله ولا ياخدو حد من بعده وبالفعل ربنا اداله معجزات محدش غيره اخدها ولا حد يتميز بها من بعده يعني كان مثلا بيقدر اتكلم مع الحشرات والطيور وكان بيصخر الجن ويامرهم بالاعمال من بناء تماثيل واستخراج كنوز البحار واللي كان بيخالف اوامره منهم كان بيسجنه ويقيده او ممكن يحرقه حتى ده غير انه كان بيصخر الرياح وبيقدر يخليها تاني لأي حاجة هو عايزها لأي مكان لدرجة انه كان بيخلي الرياح تنقله جيوش كاملة ده بالاضافة كمان لقدرته على الزابة النحاس واللي كان بيستفيد بيها في عمل الاسلحة والدروع للحروب وفي صناعة التماثيل وغيرها معجزات كتير اوه ملاش حصر وعلى الرغم من كل المعجزات دي ولكن اليهود برضو ما كنوش شايفين انها معجزات وكانوا شايفين ببساطة انها سحر مش اكدر سحر قدر بي يسخر الجن والحيوانات والريح وخلافه وده لان زي ما قلنا السحر والشعوزة كانوا منتشرين جدا فبقوا الناس شايفين اي حاجة غير طبيعية بتحصل انها سحر وشعوزة وبعد ما بقعد سيدنا سليمان في عز الشعوزة والسحر اللي كانوا منتشرين قرر انه يجمع كل كتب السحر والشعوزة وحطوهم في صندوق ودفن الصندوق ده تحت كرسي العرش بتاعه وقال ان اللي هيقرب من الصندوق ده من الجن هيتحرق واللي هيقول من البشر ان في حد غير الله بيعلم الغيب هيقتله وبكده قدر سيدنا سليمان انه يسيطر على فتنة السحر واللي استعانى بالجن وفضل الموضوع تحت السيطرة وكتب مدفونة لسنين طويلة ونتيجة لكده اتصلح حل كل الجيل اللي عصر عهد سيدنا سليمان قدر يزرع فيهم العلم والطقوة والتوحيد والايمان بالله ونبذ فيهم حب السحر والشعوزة ولكن طبعا الدنيا مش هتفضل مستمرة وردي كده على طول بعد ما مات سيدنا سليمان عليه السلام وبعد ما مات معظم الجيل اللي عصره وتلعوا ابناؤهم من بعدهم تلع لهم الشيطان وتمثلهم في صورة راجل وقال لهم تحبوا ادلكم على ملك مالوش حدود قالوا له يا ريت طبعا فخدهم وراح بيهم العرش سيدنا سليمان وقال لهم ان تحت العرش ده الكتب اللي كان سليمان بيقدر يتحكم بيها في كل الجن والانت قالوا له الكل تلقائية طب خرجها لنا قال لهم لا انا ما قدرش اخرجها انتو خرجوها ولو ما لقيتوش حاجة تحت العرش اقتلوني طبعا ابليس رفض يخرجها بنفسه لان العهد باقي حتى بعد ما مات سيدنا سليمان العهد اللي بيقول ان لو اقترب منها اي جن هيتحرق المهم فعلا حفروا تحت العرش وطلعوا قطب السحر والشعوزة واللي كانوا شايفين ان سيدنا سليمان كان بيستخدمها بعد ما كفر بالله وبدأوا يستخدموها وعشان كده ننزل ربنا الاية اللي بتقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا المهم بدأ اليهود يورسوا السحر اجيال بعد اجيال وحتى في عصر سيدنا محمد اللي عملوا السحر كان يهودي برضو وكان اليهود وما زالوا اكتر ناس بارعين في كل امور السحر والتحكم بالجن واطقنوا السحر الاسود اللي مبني على الكفر والسفلية والتدني البشري وبعد انتشار السحر بشكل غير طبيعي من تاني اصبح كل الناس في بابل عاوزين يتعلموا السحر ويمتلكوا قدرات لتسخير الجن وبعد كده بقى اي نبي يبعثوا ربنا بمعجزة يعتبروا سحر وبعدها بشوية بقى فيه سحر اكبار ومتمكنين جدا بقوا يعملوا اسحار لكبار التجار ويخسرهم كل سرواتهم وبقوا يفرقوا ما بين الراجل وامراته ويتسببوا في جرائم قتل وعمف كتير المصيبة الكبيرة بقى ان بسبب اللي حصل ده بانوا اسرائيل مبقوس مقتنعين بأي نبي مرسل اي نبي بيبعته لهم ربنا بيقتلوه قتلوا عشرات الانبياء حرفيا وعشان اوصلوكم الفكرة الدنيا كان في العهد ده عاملة ازاي لو تفتكروا في قصة سيدنا موسى الصحر اللي كانوا بيحاولوا العصاية لتعبان وسيدنا موسى برضو كان بيحاول عصايته لتعبان ولكن الفرق ان عصاية الصحر كانت بتتحول لتعبان بالسحر اما عصاية سيدنا موسى فكانت بتتحول لتعبان بمعجزة بنوا اسرائيل ساعتها بقى كانوا شايفين ان الاتنين سحر ومش شايفين ان فيه فرق ما بين المعجزة والسحر اصلا ومن هنا تبدأ قصة هاروت ومروت هاروت ومروت اللي المفروض انهم ملكين كان كل دورهم يعرفوا الناس الفرق ما بين السحر والمعجزة وفي قصص كتير اتكلمت عن هاروت ومروت اشهرهم مثلا القصة اللي كانت بتقول انهم ملكين وتم اغوائهم عن طريق بنت جميلة ودي كانت سبب في عصيانهم لله وخرجهم عن طاعة ربنا فيها تفاصيل كتير ولكنها كلها اسرائيليات تفاصيل مغلوطة وغير صحيحة يعني ومش حايف بذكرها وفيه كمان بعض العلماء كانوا بيقولوا انهم بشر وفيه اللي كانوا بيقولوا انهم جن انا عن نفسي هقولكم اكتر قصة انا مقتنع بيها وده لاني بصراحة ما اقتنعتش بقصة انهم بشر او جن وهقولكوا ليه لو كان هاروت ومروت بشر فالنبي بشر برضو في النهاية فاكيد بانوا اسرائيل ما كانوش هيقتنعوا بيه اما لو كانوا جن طب ما هو بانوا اسرائيل اتقنوا تسخير الجن فاكتر قصة انا مصدقها انهم كانوا ملكين المهم ان بعد ما ربنا ارسالهم ونزلوا بابل اللي هي العراق حاليا الناس صدقتهم جدا لانهم ملائكة مش بشر كان واضح جدا ان دي حاجة ملاقاش علاقة بالسحر اللي هم يعرفوه وبدأوا هاروت ومروت يعلموا الناس السحر بس مش السحر اللي احنا فاهمينه هما كانوا بيعلموهم ازاي يتفادوا السحر الاسود المنتشر في بابل وبدأوا يعلموهم مدى قوة المعجزة واللي لو قررناه باي سحر ممكن يتعمل المعجزة طبعا هتكون اقوى بكتير وكانوا دايما بيفكروا اهل بابل ان اللي احنا بنعلمهولكم ده فتنة واحنا بس بنفاهمكم عشان تقدروا تفرقوا ما بين معجزات الانبياء والسحر اللي بيعملوا الصحرة السبب الرئيس اللي نزول هاروت ومروت كان عشان يساعدوا الناس يستردوا ايمانهم بالله وبانبياءه وكانوا بيحذروهم من استخدام السحر لانه بيعتبر كفر بالله بس كده انا خلاص خلصت لو اول مرة تشرفونا ياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات على الكل وده عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا وطبعا مش هتنسو تعملوا اعجاب بالفيديو وده لان الاعجاب البسيط اللي انت بتعمله ده بيعتبر اكبر دعم بيخلينا نكمل كان معاكم البرنسيب الزيادة محمد جابر ونشوفكم في حلقة جديدة